شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي البحث الرئيسي لادارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة والذي يأتي في اطار خطة الانشطة البحثية للقوات المسلحة وذلك بحضور قادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارس الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين والاعلاميين والقلواء اركان حرب وليد حموض عوض مدير ادارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير منظومة العمل المعنوي والنفسي بالقوات المسلحة مشيرا الى اهمية البحث الذي يتناول منظورا علميا متكاملا لكافة جوانب الشخصية المصرية وصولا لاعلى مستويات الروح المعنوية وتعميق معايير الولاء والانتماء لدى الشباب المصري شارك في اعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسية والاجتماعية وانتهى البحث بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من خلال رؤية معتمدة على الاسس العلمية المدروسة لتطوير الشخصية وبما يحقق المردود الايجابي لمتطلبات المرحلة وفي نهاية البحث نقل الفريق اول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للحضور مقدما الشكر لادارة الشؤون المعنوية وكافة القائمين على اعداد البحث مؤكدا على اهمية اتباع احدث الاساليب العلمية في التخطيط والاعداد لمعالجة المشكلات مشيدا بالجهد المبذول في البحث واهميته لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدعم الجهود الوطنية المخلصة واعلاء مصلحة الوطن واستمع القائد العام للقوات المسلحة لاراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور باذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والاقليمية والعالمية معربا عن تقديره لما لمسه من فهم وادراك صحيح لكل ما يدور من احداث متغيرات وتأثيرها على الامن القومي المصري